نعم كوثر تقريب الساعة الثانية والنصف فجر اليوم دوت انفجارات عديدة في العاصمة كيف صافرات الإنذار دوت أيضا في جميع أرجاء البلاد معلنة عن استهداف روسي الاستهداف كان الأوسع من حيث النوع والكمية الأنواع عديدة من الصواريخ تم استهدافها من الشرق والجنوب والشمال هذه الصواريخ هي من أنواع صواريخ باليستية من نوع كنجال وأيضا تم استهداف من نوع سكندر وأيضا صواريخ باستخدام طائرات ميج 31 هذه الصواريخ وسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية حسب ما قالنا يوري هناك الناطق باسم الدفاعات الجوية الأوكرانية والذي أكد بأن 18 صاروخا تم إسقاطها في سماء العاصمة كيف نتج عن هذا الاستهداف حريق في أحد ضواحي المدينة هذا الحريق أصفر عن إصابة ثلاثة أشخاص حسب دائرة الطوارئ الأوكرانية والتي أكدت بأنها عملت على إخماد هذا الحريق أيضا كان هناك إصابات طفيفة في بعض المباني نتيجة حطام هذه الصواريخ أيضا أعلنت هيئة الأركان العامة عن إسقاط أربعة مسيارات في إقليم خرسون جنوبية البلاد دون وقوع إصابات هذه الوتيرة المتسارعة من العمليات والاستهدافات الروسية تأتي في حين ما أعلنته هانا ملاء رناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية والتي أعلنت عن تقدم القوات الروسية واستعادة بعض المواقع في مدينة باخمود والتي أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية عن وضع صعب وعمليات قتالية عنيفة خاضت خلالها القوات الأوكرانية 37 الشباكا حسب ما أعلنه البيان البيان أعلن أيضا عن أن مارينكا وباخمود هي البؤرة الأكثر حدة من جهة العمليات في الشرق يعني يأتي هذا في خلال أو في خضم المعركة التي تتحضر لها أوكرانيا تحديدا وهو الهجوم المضاد حاليا الذي أكد زيلنسكي بأنه ربما يحتاج المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء أو البدء من هذا الهجوم المضاد الذي يهدف إلى استعادة كافة الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا منذ 24 فبراير عام 2022 الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن بأن بلاده سيتم تزويد أوكرانيا بمدرعات خفيفة ودبابات قتالية خفيفة وأيضا سيتم تدريب عدد من الجنود الأوكرانيين على الطائرات ولكن نفى في نفس الوقت بأن يتم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حربية حديثة حسب ما تطالب به كييف وزيلنسكي منذ عدة أشهر من أجل حماية السماء الأوكرانية ومن أجل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في الحرب التي تخوضها مع روسيا معتسم هي كييف متزال تحضر لهجوم الربيع أم هو بالفعل بدأ خاصة أن الجهة المقابلة الجانب الروسي يقول أنه قام بإسقاط صاروخ من تراز كروز يعني صاروخ بريطاني كان مقدم لكييف من قبل بريطانيا فنود أن نعرف إذا ما كان الهجوم الربيع قد بدأ بالفعل أم تزال تتحضر له نعم كييف نفت أن يكون قد بدأ الهجوم المضاد ولم تعلن حقيقة عن بداية هذا الهجوم مؤكد زيلنسكي بأن الهجوم يحتاج كما ذكرنا سابقا للمزيد من الوقت وأن القرار بدأ الهجوم مضاد هو بيد القيادة العليا العسكرية أو وزير الدفاع والقائد العام القوات المسلحة زالوجني يعني ربما هناك عمليات تقدم للقوات الأوكرانية في مدينة باخمط ولكن هذا لا يأتي ضمن خطط الهجوم المضاد التي تعتمد أوكرانيا على السرية والسرية أولا بالنسبة للجانب الأوكراني في عملية الهجوم المضاد من أجل ضمان نجاح هذا الهجوم الذي ربما طال انتظاره ولكن يبقى هنا عملية جمع المزيد من الأسلحة ربما لكييف حيث يعتمد توقيت استلام هذه الأسلحة التي أعلنت عنها الدول الحليفة ومدى فعاليتها وتدريب وكفاءة الجنود الأوكرانيين على استخدامها في أرض المعركة هذا ربما سنشهده في الأيام المطبلة التي ستشهد عملية الهجوم المضاد معتصم عبد مرسل غد كنت معنا من كييف شكرا لك